السلام عليكم ورحمة الله أهلا بحضرتكم جميعا وإن شاء الله بإذن الله تكون جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله النهاردة بإذن الله يكون أول بقى درس كده في حساب الكميات وهو بإذن الله إزاي يحسب كميات الطريق دوت من غير محسب معاء الجزيرة الوسطية لإن زي ما حضرتكم عارفين الجزيرة الوسطية بيبقى لها حساب كميات لوحده لأن هي طبقاتها طبعا مش بيكون ماشية مع الطبقات بتاعة الطريق بتاعت يعني حتى الطربة كمان هم مش بيجوبوا لها طربة ده هم هنا بيقطعوا من الأرض الطبيعية اللي موجودة كده هوت أو بيردموا فيها عشان يوصلوا بس لوهو السطح بتاديتن بتاع الجزيرة الوسطية ومش فرقة ببكونش فرقة معهم التربة أولى إن ده منظر جمالي ببيتمش مثلا عليه فامني مرور العربيات أو الكلام ده طيب إزاي أقدر أحسب أنا كده هوت الطريق دوت من غير محسب معاه الجزيرة الوسطية بمنتهى البساطة أنا دلوقتي لو روحت عند الكوريدور بتاعي لو روحت عند الكوريدور اللي موجود اللي أنا عندي دلوقتي وأنا هحسب دلوقتي كميات الطريق بتاع الاردي زيرو واحد من غير الجزيرة الوسطية فعبدأ أعمل عليه سليكت كده هوت وهي من كوريدور سيرفز تمام؟ أقول له أنا عايز أعمل سطح السطح ده عبارة عن الديتن بتاع الاردي زيرو واحد تمام؟ ده كده عبارة عن الديتن بتاع الاردي زيرو واحد وأعضيف الكود بتاعي عبارة عن الديتن وعبدأ أضيفه وأقول له تمام وفي الوفرهانج كورريكشن اقول له انا عايز الوطوم لينكز واقول له احترم الحدود بتاعة الكوريدور ومن قبله يقول له ريبلد زي كوريدور طيب طيب كده ده الوقت حضراتك مساكتنا السطح بتاع الديتام ده اهو الديتام بتاع الاردي زر واحد وشفته في الوبجيكتف يوهر عتلاقي منطقة الجزيرة الوسطية هي موجودة هنا هو طيب ازاي حضراتك عتقدر تخفي المنطقة دي بمنطقة البساطة وبمنطقة السهولة ان انت حضرتك كده هوت مش هي دي الحدود اللي بتمثل الجزيرة الوسطية طيب انا هناك كنت تفاصيلها البولي لاين ده كنت تفاصله عشان اقدر اتارجت عليه وانا بعمل الكوريدور فانا عبده ااخد البولي لاين دول كده هوت عندي تمام وعقول له سيليكت سيملر وعاخدهم كده هو كوبي طيب ليه بتعمل كده اقول لحضرتك دلوقتي انا ليه بعمل كده طيب فانا ورحت في صفحة جديدة انا كنت اخدهم عشان اسهل على حضرتك تمام كنت اعلاقي فهم من ان الخطوط دي كده منفصلة لوحدها فانا ينوت دمكتها مع بعض عملت لهم امر جوين ونفس الكلام هنا عملت لهم امر جوين عشان يبقوا مع بعض طيب عبده ااخد اللي اتنين دول كده قدام حضرتك واخدهم كوبي وهي اروح نوت في لوحة الشغل بتاعتي واقول له بيستي توريجنال كوردينيت طيب ليه الكلام من ده اقول بقى لحضرتك ليه الكلام من ده حضرتك لما بتيجي تشتغل نوت وتحسب كميات انت حضرتك بتنشغل بشغل بقى السامبل لاين والقطاعات العرضية والكلام ده كله والساكشن العرضية بتاعتك ولكن انت بتخفل حاجة معينة في الخصائص بتاعت الاسطح لو حضرتك دخلت بسطح الديتن بتاع الاردي سيروا عدوه ودخلت في الديفيجنيشن هتلاقي في امر اسمه باونريتز طيب الامر ده ممكن اعمل ايه ممكن اقطع منه السطح على حسب حدود معينة بولي لاين مختفية اظهره وفي عملية الهايد طيب هي دي عملية الهايد اللي حضر راك عن استخدمها عشان عندي كرفات اقوله في الميد اوردنيه ديستنس خليها كل عشرة سنتي واحترم منوط الحدود وعبدأ اقوله اوكي هيقول لي ايه الابجيكت اللي عايز تعمله هيد اقوله البولي لاين اللي انا لسه جابه لحضرتك دوت وكمان البولي لاين اللي انا لسه جابه لحضرتك ده وعبدأ اقول له اوكي بمنطقة الجمال بص حضرك لو رحت كده اخدت السطح بتاعك اللي هو الديه طمده وشفت فيه الوبشيكت فيور هتلاقي السطح بص بقى مفرغ من نصه شالك كده هوت منطقة الجزيرة الوسطية بتاعت حضرتك طيب تقدر بقى حضرك تعمل ايه على طول بقى يلا بيناك هوا من سامبل لاين هايقول لك اختار القليم انت بتاعك هايقول لك الاللين انت بتاعك هوا دوت بتاع الارضي 0 1 اقال له الكمية دي عبارة عن الكونيتيتي بتاعة الارضي 0 1 تمام عبدأ اشيل كل الكلام من ده انا مش عايزو وااقول لك دلاتي ايه ال الان احتاجه فقط انا محتاجين حاجتين محتاج الارضيowany школ تممر ومحتاج الكوريدور بتاع الارضي 0 1 علقاء الارضي 0 1 المتحدد ولا استابقى will beuesto السطح Silattle والله اقول له السطح الديه طم ours الاردي زيروا واحد اقول له هو ده سطح الديتم وخلوه لي مثلا ولياكم باللون ال الازرق ده اللي هو اخد سطح الفنش جراون دليفل وعبدو اقول له اوكي طيب ايه للاستيلة زببت بقى هناك الكتعاب بتاعتي السكاشن بتاعتي السامبل لاين بتاعتي فاقول له باي رينجي اوف ستيشن تمام وانا هناك المسافات بتاعتي يعتبر كل تلاتين فاقول له هنا تلاتين وهنا تلاتين تمام ويقول له هنا تشتغل لانا عادي تشتغل كل عشرة وهنا كل عشرة متر وحطي الستيشن في البداية وستيشن في النهاية وعبدو اقول له اوكي طيب عدت لقي كدوات خلاص عمل لك العينات بتاعتك او السامبل لاين بتاعتك او زي ما موجود قدام حضرتك ولكن بقى حاجة ينوات برضو مميزة اخرى انت تلاتين المنطقة اللي موجودة ينوات هو كده كده مش عايح سيبها لانه هو كده كده هنا مفيش سطح ليش ان يحسبها ولكن انا عايزك تزبط في حاجة معينة ايه يا الحاجة المعينة وبرضو عشان القطاعات معاك ما تكترش على الفاضي لان كل ده عايبقى فاضي ما فيوش اصلا حاجة يحسب فيها تمام فعشان نوفر علينا عملية الكلام من ده ونستكاشم ما تبقى الشامة فانا كل القطاعات اللي موجودة عندي في النص دي طبعا ما تلزمنيش في اي حاجة فعبدو اقول له القطاعات دي السامبل لاين اللي قدام حضرتك دي كلها كده مش شغلاني في اي حاجة فعقول له السامبل لاين دي انا مش عايزها فعبدو اقول له شلها كده هوت عملية اريزة عادي خالص تمام وده كمان نشلوه وعن يجي هنا هوت انا هنا عايزه الالتزم لحد نهاية الجزيرة يعني لحد نهاية الطريفة عبدو اخد ده كده بمنطقة البساطة من هنا اوديه عند نقطة الانترسيكشن اللي موجودة قدام حضرتك انه هو اللي هي بتمثل نهاية الجزيرة عندي اهو في المنطقة بتاعت الانترسيكشن دي كده اللي هي بتمثل نهاية الجزيرة عندي وكذلك برضو في السامبل لاين اللي موجود قدام حضرتك ده اعتاخده كده هوت وتحطه عند الانترسيكشن اللي موجودة هنا هو طيب او نقطة الاندو بوينت اللي موجودة هنا اي حاجة مش عتفرق طيب بقى انت كده العملية خلاص بالنسبة لك جهزة لحساب الكميات يلا بينا بقى من سيكشن فيو عقول له كريات مالتيبول فيو تمام عايقول لي بالاردي زير واحد وكانت هنا لو انت عايز تعمل مسلا لكميه لحاجة معينة عتقول له يوزر اسبسي فايد وتشوف انت عايز من استيشن كم نحدد استيشن كمان هنا مسلا عتلعو لك لهم كلهم تمام ويه نقطة عايزه بروداكشن مش عايزه ترافت ويه الداتاباند زي نقطة انا عامل حاجة اسمها كريمة هيت وهي ابدأ اقول له في ال اي جي الديني سطح ال ان جي ال تمام وفي ال اف جي طبعا هالديني سطح اللي هو ال ار دي بتاع الديتام وابدأ اقول له كريات سكشن فيو عروح نوات في اي مكان فادي قدام حضرتك وانزله من هو كده تمام عتبداك كده تحمل قدام حضرتك وتنزل في المكان دوت يت النقطة بها لديها سطح الديتام بتاع حضرتك هوا بس بقى محترم الجزيرة الواسطية هو تبدأ من عند الكيربستون وماشي لحد الناية معاك هوا تاخد الحدود بتاعتك يا محترمة وماشي مية مية ولي ده كده سطح الارض الطبيعية هوا تعايز باتحسب كميات ما بينهم على طول باب منتهى البساطة تضغط على اي سكشن تمام ومنكم تقول له أنا عايز احسب كميات الكميات ده عبارة عن قط اندفل الاي جي هي الان جي ال والديتا ما هو الار دي بتاع الديتا ما تبدأ تقول له اوكي تمام عتليه نوع كده حسب محضرك الكميات وتجاهل عملية الجزيرة الوسطية وهذه هاو كده هوت قدام حضرتك بعد محمل هاو عتليه بص الكميات اللي هو حسبها هي الكميات بتاعته متجاهل الجزيرة الوسطية تماما وحسب الكميات دي كده هوت واشاف من الارض الطبيعية عيقته عشان يوصل للسطح بتاع البوتون بتاع الصيد ووك عيبقى بالنسبة له هنا هوت هوت ودي الكربستون بالنسبة له هنا هوت لان احنا ممشيين الطبقات بتاعت الكربستونية هي الطبقات بتاعت حدود الطريق وكده العملية بالنسبة لحضرتك بقت 100 مية تمام لو روحت كدهات في اي سيكشن هتلاقي الم المودوع نفس الكلام هوت ولو روحت شفت كده هوت في اي سيكشن اللي هو بقى بجنبه نهايته الجزيرة الوسطية فقط بص هتلاق هوه mainstream N هايته controversial الجزيرة الوسطية فقط تحضط حدوات ولكن هنا برضو تجاهل الجزيرة الوسطية وحسب من اول هنا هوت اللي هو بالنسبة لك فيه الجنب اللي موجود قدام حضرتك هنا ههو ده تمام للي هو اخره هنا ايساس هوه balloonة الجزيرة الوسطية فهو بالنسبة له عيبقى اخره لحد حدود الاسفلت اللي موجودة قدام حضرتك هنا ههو طبعا هتحسب بها كميات عادي تماماً لو أبقى تخش من Analyze تماماً من Analyze تماماً من Total Volume Table وهتعمل بقى المaterial list اللي حضراتك طلعتها دي كدوات وتحط حساب الكميات قدام حضرتك هنا هوت إن شاء الله بإذن الله أرجو يكون الفيديو عجب حضرتكم وبإذن الله إن شاء الله انتظروا إن شاء الله الدرس الجاي وهو حساب كميات الجزيرة الوسطية لوحدها إن شاء الله بإذن الله أتمنى لكم كل التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته